تفقد الأحداث قيمتها إن تكررت مرات ومرات فتصبح اعتيادية كما يفقد رد الفعل هيبته إن بقي كما هو عليه وفي سوريا تتجدد الهجمات الصاروخية على كبرى القواعد الأميركية وتلك هجمات استهدفت حقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور الشرقي تمت في غضون أقل من 24 ساعة يؤكد التحالف القصفة دون تحديد مصدره ويكتفي بالقول إن قواته سالمة لم تتضرر وكأنه رسم لقواعد اشتباك جديدة بين القوات الأميركية وأذرع عسكرية تتبع لإيران في سوريا وتلك القواعد تقوم على أن الدم يستدعي الرد لكن لا ضير في ضربات لا تلحق خسائر بشرية في الواقع الميداني تقول مصادر محلية إن الميليشيات الموالية لطهران حركت منصات صاروخية من غربي دير الزور إلى بادية الميادين بريفها الشرقي وتلك منصات أكدت وجودها وسائل إعلام أميركية وقالت إن إيران ستستخدمها لتوسيع دائرة الرد على واشنطن في سوريا والعراق في الضربات الصاروخية التي تمت مؤخرا على القوات الأميركية تطرح تساؤلات وراء ذاك الاستهداف ما الذي تريده طهران من ضرب واشنطن في سوريا وكيف ستتعامل أمريكا مع تصاعد الهجمات ضد قواتها وهي التي قالت مؤخرا إن ضرباتها الجوية على الحدود مع العراق ردعت إيران لكن يبدو أن الأمر مختلف كليا وأن قواعد الاشتباك تريد إيران أن تضعها بما يناسبها